بين براثن الحرب وقسوة المناخ يقع السودانيون النزاع الدائر في بلادهم لعام ونيف فاقم وضعهم وزاد من وطأة التغيرات المناخية عليهم وهو ما تسبب في معاناة إنسانية غير مسبوقة من موجات الحر الشديد المتتابعة إلى تدمير في البنى التحتية كل ذلك جرى على سكان البلاد أزمات متتالية تعصف بيومياتهم من بينها صعوبة توفير المياه وندرة مياه الشرب النقية في إقليم دارفور الذي يضم مراكز إيواء لما يقارب عشرة ملايين شخص يصطف النازحون معظمهم من الأطفال والنساء في طوابير ينتظرون دورهم للحصول على ما يطفئ ضماءهم أو يسيرون أطفالهم مسافات طويلة لتأمين مياه الشرب في ولاية الجزيرة في منتصف السودان فقدت غالبية القرى والبلدات إمكانية الحصول على المياه النظيفة بسبب تعطيل قوات الدعم السريع محطات المياه وذلك عن طريق نزع خلايا الطاقة الشمسية وصريقتها يقول أحد الدبلوماسيين الغربيين إنه ما لم تسمح قوات الدعم السريع بإيصال كميات الوقود فإن محطات المياه ستتوقف عن العمل وتنقطع المياه عن جزء كبير من السكان كانت منظمة اليونسيف حذرت من أن الاشتباكات المسلحة في غرب الفاشر من أجل السيطرة على خزان مياه يهدد بقطع المياه الآمنة والكافية عن 270 ألف شخص وفي أحياء تسيطر عليها قوات الدعم السريع في الخرطوم حرمت مناطق بأكملها من مياه الشرب منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل لعام 2023 غادرت المنظمات الإنسانية والعاملون فيها البلاد وهو ما أدى إلى تراجع كبير في مستوى المساعدات المحدودة أصلا آخرها منظمة إيطالية مسؤولة عن محطة مياه الشرب في مخيم في دارفور التحقت بأخواتها هربا من ويلات الحرب نقص وشح المياه أجبر الكثير من السودانيين على شرب مياه غير صالحة وزارة الصحة السودانية سجلت على مدى عام 11 ألف إصابة بالكوليرا في مناطق عدة في البلاد هكذا فعلت الحرب في بلد يتضفق فيه النيل عبر سبع ولايات سودانية من الشمال إلى الجنوب ويصل فيها عمق المياه الجوفية إلى 60 مترا اشتركوا في القناة